لم نستهدف الجنود البحرينيين وما حدث عبارة عن تصفية حسابات بين السعودية والإمارات نفي حوثي رسمي على لسان وزير إعلام الجماعة ضيف الشامي أعقب أياما من مقتل جنود بحرينيين ضمن قوات التحالف على الحدود اليمنية السعودية ظلت فيها الجماعة تلتزم الصمت أمام سيل من البيانات المنددة إقليميا ودوليا الشامي قال إن هناك صراعا كبيرا دائرا بين الدولتين الخليجيتين في إشارة إلى أن استهداف القوات البحرينية جاء بنيران صديقة متصارعة معللا للأمر بأن الجماعة كانت ستتبنى أي إجراء تتخذه ضد قوات التحالف الحديثة جاءت عقب أيام من أكبر تقدم تحرزه المفاوضات بين الحوثيين والسعودية عبر لقاء جمع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بوفد الجماعة في الرياض خلال سبتمبر الماضي ما أثار عدة مخاوف من أن يعصف الهجوم بالتقارب الأخير وينسف جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بين الطرفين استناف الهجوم على المناطق السعودية أدى وفقا لمركز دولي إلى تآكل إيقاف إطلاق النار الضمني ملقيا بظلاله على أفاق الحل السياسي باليمن وعلى الرغم من نفي الحوثيين الأخير يبدو التحالف متبنيا روايته الأولى في اتهام الجماعة بوقوفها وراء الهجوم على قواته واصفا ما حدث بعمل عدائي حوثي غادر لا ينسجم مع الجهود الإيجابية لإنهاء الأزمة فهل يسهم نفي جماعة الحوثي في نزع فتير التوتر مع الرياض ويعيد مياه المفاوضات إلى مجاريها أم أن اتهامها للإمارات محاولة للهروب من تبعات الهجوم اشتركوا في القناة